من الممكن الاستفادة من منهج الحسين عليه السلام للانتصار على الأعداء من أجل الفوز بالدنيا لكن الأفضل هو الاستفادة من منهج الحسين للانتصار على النفس من أجل الفوز في الآخر الحسين قائد دنيا في سبيل الآخر دنيا عنده وسيلة وليست هدفة لقد علمتنا زينب عليه السلام أنه كما لا صوت لمن لا حياة له كذلك لا حياة لمن لا صوت له كلا لم يرحل الحسين عليه السلام عن الحياة قط وإنما فقط ترجلت روحه المقدسة عن جوادها في كربلاء لتستقر أبداً في الحياة بعد أقتل الحسين عليه السلام أصبحت زينبه عليها السلام بمفردها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بعد أن عاد الناس إلى جاهليتهم الأولى سبحان الله كم كان قلب الحسين عليه السلام مفعماً بالحب حتى يبكي صباح عشراء على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه أروني قلباً أكثر حباً من قلب كهذا وكم كانت روح الحسين شجاعة حتى لا يتردد لحظة في قتال أعدائه عندما أصروا على الكفر والعدوان وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أروني شجاعة أكثر من هذه الشجاعة ضرب العدو ألف حصار على الحسين وأصحابه في كربلاء ابتداءً من حصار الجوع والعطش وانتهاءً بحصار السنان والثيوف لكنه فشل في أن يضرب حصارًا على رسالة الحسين ورايته ومشروعه ومناجه لأن الحسين حينما قتل أصبحت قضيته عند الله عز وجل والله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لربهم القيامة